اشتركوا في القناة الاقليمية لنيل شهادة دروس الابتدائية سنحاول أن نقرب كم من نوعية الأسئلة التي تطرح في هذا النوع من الامتحانات للاستئناس ولعدم مفاجأة يوم الامتحان ولمعرفة كيفية تعامل مع الأسئلة إذن كما تعلمون دائما مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية تكون في اليوم الأول مدة ساعة ونصف اللغة العربية والتربية الإسلامية مجتمعتين إذن نبدأ بوحدة اللغة العربية دائما يكون لدينا نص للإنطلاق ثم تتبعه أسئلة للفهم إذن نقرأ النص نشأت سلمة في أسرة أفرادها كلهم يعشقون المطالعة ويتنافسون في قراءة كل ما يقع تحت أعينهم من كتب ولم تكن تفهم سبب شغف والديها وأخيها علي بهذه الحزمة من الأوراق إلا أن دفعها فضولها يوما إلى فتح كتاب تركه علي على مكتبه وما إن بدأت بتصفحه حتى وجدت نفسها محاطة بعدد هائل من الحيوانات الغريبة أشكالها والأشخاص المثيرين للدهشة فانهمكت في قراءته لتعيش مغامرات رائعة وتسرح بخيالها في عالم ساحر يدخل الولدان المنزلة فيشاهدان منظرا يدهشهما إنه منظر فتاة صغيرة جالسة على أرض تستمتع بتقليب صفحات الكتب التي تحيط بها من كل الجهات وهي تقول لهما كم هي مشوقة حكاية الدئب الذي أزعج ليلا الآن عرفت لماذا تحبان القراءة يا والدي الحبيبين إذن بعد قراءة لأن النص ننتقل إلى أسئلة الفهم والتي سنقرأها ثم بعد ذلك أضع بين أيديكم الأجوبة ضع عنوانا مناسبا للنص أبحث أبحث في النص عن مرادفات الكلمات التالية تجريك ولعن مشاد إيتي بأضداد الكلمات التالية يعشقون تعرفهم بدأت منذ منذ متى صارت سلمة شغوفة بالمطالعة شغوفة بالمطالعة حدد نوعية النص بوضع علامة في الخانة المناسبة نص حجاجي نص سردي نص إخباري نص تفسيري ضع علامة أمام القيمة الإيجابية التي ستضمنها النص من بين القيمة التالية الصدق الرعاية الصحية اجتناب الفضول حب المطالعة أنسج على غير الأسلوب التالي ما إن حتى يعتقد بعض الناس أن الكتاب فقد قيمته بسبب منافسة وسائل الاتصال الحديثة هل توافقه الرأي لماذا تاسعا أشكل ما تحته خط في النص شكلا تاما إذن هذه هي الأسئلة المتعلقة بالفهم سنقوم بتصحيحها إذن الأجوبة هي على الشكل التالي بالنسبة للإجابة الإجابة على السؤال الأول كل عنوان يرخص مضمون نص يمكن أن نقول حب المطالعة عشق قراءة أو بكل بساطة هواية تسلم ثانيا المرادفات تدرك تفهم ولاع شغف مشهد منظر أضداد الكلمات يعشقون ضدها يكرهون يملون يمقتون تعرفهم ضدها تجهلهم بدأت ضدها أنهت أتمت أكملت رابعا صارت سلمة شوفة بالمطالعة منذ أن دفعها فضولها إلى فتحي وتصفح أول كتاب حيث وجدته مليئا من المغامرات المفاجآت التي حفزتها على مطالعة مزيد من الكتب خامسا ما هي نوعية النص هو نص سردي حكائي القيمة الإيجابية المستهدفة من النص هو أو هي حب المطالعة النص على منوال الأسلوب يمكن يؤخذ بعين الاعتبار كل أسلوب سليم المبنى والمعنى أن يكون دا معنى وأن يكون سالما من نحو من ناحية الإعرابية يعني من ناحية النحوية ثامنا يؤخذ بعين الاعتبار قدرة المتعلم على التحديد موقفي بشكل واضح وقدرتها للتبرير بحجج مقنعة ومسجمة مع الموقف الذي اتخذه يعني إذا اتخذت موقف موقفا لا بد أن تدافع عنه بحجج ومبررات بالنسبة للشكل هناك مثلا كلهم أفراد الأسرة كلهم فضولها وجدت نفسها محاطة بعدد هائل من حيوانات الغريبة أشكالها ثم مغامرات بالنسبة لسئلة التراكيب فهي على الشكل التالي استخرج من نص ما يلي نعتن سببيا منادى مضافا أكمل كل جملة من الجملتين التالية بما هو مطلوب الجملة الأولى بمفعول لأجله نحب مطالعة القصص والثانية مفعول معه أنهيت قراءة الحكاية و ثالثا أعريب الجملة التالية لخصت القصة أحداثها لخصت القصة أحداثها والآن مع الأجوبة إن شاء الله تعالى إذن بالنسبة لأجوبة في على الشكل التالي بالنسبة للنعج السببي هناك الغريبة منادة مضاف والدية ثانيا يكمل المترشح الجملتين التالية بما مطلوب نحب مطالعة القصص رغبة مفعول لأجله في معرفة إحداثها أو بحثا عن الإثارة أنهيت قراءة الحكاية ووقت العشاء أو عودة أبي من العمل مفعول معه الإعراب لخص في الماض بني على السكون والتال المتحرك ضمير متصل بني على الضم في محل رفع فاعل القصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الضائر على آخره أحداثها بدل تابع لمبدأ منه في النصب وعلامة نصبه الفتح الضائر على آخر ومضاف لها ضمير متصل بني في محل جر مضاف إليه نمر إلى الصرف التحويل ضع كل كلمة فيما يلي في الخانة المناسبة تقليل مصعد أجمل ساحر منزل محبوب اسم فاعل ساحر اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان مصدر اسم تفضيل اسم أعلى صل بسهم بين كلمتين كلمات العمودين بقي الإنساني الراعي اسم منسوب اسم منقوص فعل ناقص حول الجبلة التالية إلى المثنن المذكر مع الشكل إنها تحب أن تطال القصص وتستمتع بأحداثها إنهما إذن ننتقل إلى الأجوبة إذن بالنسبة للأجوبة فيها الشكل التالي اسم فاعل ساحر اسم فعول المحبوب اسم مكان منزل مصدر تقليل اسم تفضيل أجمل اسم آل مسعد بالنسبة للسؤال الثاني بقي فعل ناقص الإنساني اسم منسوب الرعي اسم منقوص السؤال ثالث منهم منهم في مطالعة الكتب المجلات رغبة لإغناء المعارفة أو بحث عن أجوبة لما لديه من تساؤلات فالقراءة غذاء العقل والروح ونافدة يطل منها الطفل على الحياة إذن بالنسبة الأخطاء الموجودة في النص أو الفشقراء فهي الخطأ الأول بنعم بالهمزة ملتقى تكتب بألف مقصورة فتا كذلك بألف مقصورة المجلات تكتب بالتأ مربوطة لأنها جمع مؤنة ساليم إغناء همزة متطرفة تكتب على السطر تساؤلات همزة متوسطة تكتب على الواو بالنسبة لمكوّل الإنشاء اكتب نص إنسان يتراوح بين سبعة وعشرة اكتب نص إنشائيا يتراوح بين سبعة وعشرة سطور تشارك به في الإداءة المدرسية محاول في إقناع أصدقائك بالمدرسة بأهمية المطالعة وفوائدها ومستعينة في ذلك بحجاج مفهومة وواضحة بالنسبة لشبكة تصحيح المعتمدة في هذا الموضوع فهناك الحجم عدد الأسطور ما بين سبعة وعشرة النقطة إذا كان أقل من سبعة أو أكتر من عشرة صفر النقطة المضمون الارتباط بالموضوع التقييد به وجود العنصرين معاين ثلاث نقطات وجود عنصر واحد وآحد فاصلة خمسة غناء الموضوع من حيث المعجم المضطف مثلا يترك لتقدير المصحح البناء اخترام هيكلة النص الحجاج احترام الهكالة عدم احترام الهكالة صفر نقطة البناء المنتقل للأفكار والقدر على الحجاج كذلك يقدره المصحح اللغة خلو الموضوع من أخطاء النحو الصرف والإمليئي وغيرها كما تلاحظون أقل من ثلاثة أخطاء ثلاث نقطة ما بين ثلاثة وست وست أخطاء نقطتين أكثر مش ست أخطاء صفر نقطة بنفس بالتوضيف السليم على المترقيم إذا وضفت بشكل سليم نقطة غير ذلك صفر نقطة بالنسبة لمقرؤية وضوح الخط إذا تحقق ذلك نقطة إذا لم يتحقق صفر نقطة إذا نمر إلى التربية الإسلامية الوضعية الاختبارية ورافق سوالدك إلى مسجد الحي القرية في ليلة من ليالي رمضان كعادتك حيث جلست بخشوع تسجل درس ديني في موضوع فضل الأعمال الصليحة في شهر رمضان وقد ذكر الإمام بن يدي الأعمال رعاية حقوق المساكين وفي نهاية الدرس سأل جاركم أحمد عن حكم تعمد إخراج القيء في نهار رمضان بعد الإجابة عن سؤاله قمت يوم للصلاة في الركعة الأولى من صلاة العشاء وبعد الصورة الفاتحة قرأ الإمام بالآيات الأولى من صورة الموصلات من بداية الصورة إلى قولي عز وجل لأي يوم نجيلت ليوم الفصل استظهر كتابة لآيات القرآن التي تلها الإمام في الركعة الأولى من صلاة العشاء من بداية الصورة إلى قولي عز وجل لأي يوم فصلت سؤال تاني بيّن معنى قوله تعالى فإذا النجوم طميسس أذكر الحكم الجويدي لحرف الراء في قوله الفارقات ما تلين بعد عودتكم من المسجد وجد جاركم احمد المتسول وداره يطلبه صدقة فنهره بشدة وطرد مرئك في سلق الجار وبماذا تنصحه خامسا اخبر والدتك بجواب الامام من حكم تعمد صائم اخراج القئ في نهار رمضان بماذا امر الله نبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فاستضع بماذا تؤمر سابعا بين افراد اسرتك فوجه النبي صلى الله عليه وسلم اعراض المشركين عن دعوتي في هذه المرحلة والآن ننتقل الى الاجوبة اذا بالنسبة للاجوبة في الشكل التالي قال تعالى والمرصلات عرفا فالعاصفات عصون والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا وندرا انما تعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل اقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل بالنسبة للسؤال التاني ما معنى قوله تعالى فاذا النجوم طمست اي ذهب نورها ذهب ضوءها ثالثا حكم الرأى في قوله تعالى في الفارقات وهو ترقيق الرأى لانها مكسورة رابعا تعبير عن عدم الرضاة بسلوك الجار تجاه المتسول ونصح الجار بالاحسان الفقراء المساكل تجنب نهرهم وشتمهم وإيدائهم بالكلام الجارح ويمكن الاستشهاد بقوله تعالى واما السائل فلا تنهر خامسا حكم تعمد صائم اخراج القيء في نهار رمضان هو ابطال الصيام الفاعل لانه من مقصدات الصيام سادسا امر الله نبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة بتبليغ رسالته لكافة الناس سابعا واجه النبي صلى الله عليه وسلم اعراض المشركين عن دعوته بالرفق والرحمة والدعاء لهم بالهداية الى هنا نكون قد انهينا الاجابة عن هذا النموذج من الامتحال الاقليمي وهو للاشارة هو لسنة 2018 للاستئناس فقط ومحاولات الاعتياد على مثل هذه الامتحانات وعدم عدم المفاجأة اتمنى لكم التوفيق والى فيديو مقبل ان شاء الله وتعالى السلام عليكم